يورو 2020 بطولة الاهداف العكسية اليورو اللي فات كان فيه اهداف عكسية كتيرة بارقام قياسية غريبة في ماتش الافتتاح بين تركيا وايطاليا سجل ديميرال مدافع تركيا اول هدف في البطولة لكن في نفسه عشان تبقى اول مرة في التاريخ الهدف الافتتاح للبطولة يكون هدف عكسي اما تشيزني حارس بولندا سجل اول هدف عكسي لحارس مرمى في نفسه في تاريخ اليورو وده في ماتش سلوفاكيا وبولندا بدري نجم برشلونو اسبانيا كان ليه رقم قياسي عجيب وغريب في الاهداف العكسية وده لما حط جون في نفسه من نص الملعب بدري كان بيحاول يرجع الكورة الحارس مرمى من نص الملعب لكنه حطاها جون حلو قوي في نفسه عشان يجيب اول هدف عكسي في تاريخ اليورو من بره منطقة الجزاء ومن مسافة 49 يارضا منتخب البرتغال بقى قدر يعلي على كل اللي فات لما خسر من المانيا 4-2 وجاب جونين في نفسه عشان يبقى اول منتخب في اي بطولة كبرى يسجل هدفين في نفسه في ماتش واحد